أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام متعلمي ومتعلمات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معكم في درس جديد لكنه غير حضوري شبه حضوري ومع طبعاً مدخل التزكية أحد الدروس مادة تربية الإسلامية للسنة الأولى من سلك التنويه سنة الأولى باكالوريا ومع تزكية العقيدة الإيمان وعمارة الأرض وقد تطرقنا في الدرس السابق الذي كان هو الشطر الخامس من سورة يوسف الذي كان مليئاً بعمارة الأرض في يوسف عليه السلام بخططه الاقتصادية ونشره العدل في الأرض حيث أوحى الله إليه ومكنه بعد معاناة ومحن وعليه نواصل ما بدأناه من الحديث عن عمارة الأرض في هذا الدرس إن شاء الله فكونوا آذاناً صاغية لننزل هذا الدرس السوياً بفضل الله تعالى وقدرته والآن إن شاء الله من النصوص المؤطرة لهذا الدرس عمارة الأرض إيمان وعمارة الأرض يقول الله تعالى بسورة يوسف يوسف أيها الصديق أبتنا في سب بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلاً مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عاصرون يقول جل وعلا قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين يقول تعالى في سورة هود وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم والآن وبعد قراءة النصوص أمروا إياكم إلى الشرح اللغوي والاستلاحي لندلل الصعوبات اللغوية لنمر بعدها إلى المضامين الأساسية أفتنا عبر لنا رؤية الملك وفسرها لنا عمر معنا هذا يتبوأ منها يتخذ منها مباءة ومنزلة يتبوأ دائبا دائبين كعادتهم في الزراعة فما حصدتم فذروه في سنبله تدفير احترازي لسنوات العجاف وهذا عجاز علمي تحصنوا تدخرون أنشأكم خلقكم وجعلكم خلفاء لو في الأرض استعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها بإصلاحها ورعايتها المضام الأساسية لهذه الدروس نصر أول طبعا تخطيط يوسف عليه السلام لإصلاح الوضع الاقتصادي في مصر من خلال التأويل لرؤيا الملك وإعطاء الحلول المناسبة ورآمن هذا في الشطر أكدوا الآية الكريمة أن السرقة وخيانة الأمانة من أخطر أنواع الظلم والإفساد في الأرض المضمون الثالث تحقيق الاستخلاف بعمران الأرض وإصلاحها من أهم تجليات الإيمان الحق والآن أيها الأفاضل مع محاور الدرس الثلاثة أولها بمبدأ الاستخلاف في أساس عمارة الأرض النهي عن الإفساد في الأرض واجب المؤمنين عمارة الأرض وإصلاحها لنمر منها إلى تحليل هذه المحاور وتحليل هذه المحاور وتحليل هذه المحاور نبدأه بالمحور الأول وعنوانه مبدأ الاستخلاف أساس عمارة الأرض إذا كانت حقيقة الإيمان هي أن الإيمان تششفناه هي اعتقاد بالجنان بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان وتحقيق للعمران فما حقيقة العمران وما علاقة بالإيمان والاستخلاف ما علاقة الإيمان بعمارة الأرض وأول عنصر في هذا المحور هو عمارة الأرض ما هي اللغة وما هي الصلاحة فمن ناحية اللغة العمارة من عمر الأرض أي بنى عليها وأصلحها واستعمرها واستعمره أي جعله يعمر والعمارة نقيد التخريب والهدم والتدمير واستلاحا تعمير الأرض نسبة إلى العمران وهي السمرارية الوظيفة الإنسانية القائمة على العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى الانتفاع بخيرات الأرض بما يحقق مرضات الله وسعادة الإنسانية والعنصر التاني في هذا المحور هو مبدأ الاستخلاف من ناحية اللغوية الاستخلاف هو لغة من الخلافة وتعني التعاقب وتطلق أيضا على النيابة والتوكيل واستلاحا تطلق على إنابة الإنسان وتوكيله عن الله عز وجل في الأرض لعمارتها وتنفيذ مراده وتحقيق إرادته فيها إصلاحا وصلاح يقول الله يقول الله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم والآن مع العنصر التالت من المحور الأول وهو مبدأ الاستخلاف في الأرض أساس عمارة الأرض فالاستخلاف هو مهمة الأنبياء الوجودية في هذا الكون ووظيفته التعبدية ولذلك اختاره الله عز وجل في قوله تعالى عندما خلق آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة من أجل عماء من أجل عمران الأرض وإصلاحها وذلك في المؤمن الخليفة يجتهد في بلوغ الحد الأقصى من التأهب للقيام بالواجب الذي تحمله أمام الله سبحانه وتعالى من أجل إنقاذ البشرية من مستنقعات الجهل والظلم والإلحاد والضلال والفوضى والفساد التي تتخبط فيها منذ عصور ويسير بها مع كوكبة المصلحين نحو شاطئ الإيمان والعرفان والاستقامة والاطمئنان والصلاح والإصلاح المسلم خلقه الله ليكون منقذ للبشرية فهو ليس صالح فقط في ذاته وإنما هو مصلح يقول الله جل وعلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فكونك تحب للناس الخير وتساعد أن تخرجهم من الظلمات إلى النور فهذا مبدأ استخلافي وأساس من أساس إمارات الأرض قال الله تعالى في سورة يوسف قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجل آخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون والآن مع المحور الثاني وهو النهي عن الإفساد في الأرض وطبعا هذا مقصد إسلامي أصيل وهو أن الإسلام جاء عن النهي عن الإفساد بل دفع الإفساد وجلب المصلحة بل إن قاعدة وصولية وتقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة والعنصر الأول مفهوم الإفساد إفساد لغة من الفساد الخروج الشيء عن حد الاعتدال فهو ضد الصلاح والإفساد ضد الإصلاح واستلاح هو كل اعتداء على الدين أو العقل أو المال أو العرض أو النفس فيكون غايته الدمار والخرب وأنتم تعلمون الضروريات الخمس الذي جاء الإسلام لحفظها بدأ بالدين ثم العقل ثم المال ثم العرض شرف الإنسان والدفاع عنه موقف الإسلام من الإفساد ومن الصور الثاني طبعا التحريم خبناها الإسلام عن الإفساد والفساد في الأرض فجاءت آيات كثيرة موضحة مثال ذلك قوله عز وجل ينهان عن الفساد ويحرم الإفساد ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وأوله أيضا سبحانه وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين حيث اعتبر الفساد شرا وبلاء يترتب عنه دمار وخراب وتخلف اندثار إذ إن الإفساد في الأرض وبسبيت الإنسان يؤدي الإنسان ويدمن يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يتذكرون وينتهوا ويتراجع عن الفساد في هذه الأرض ومن أشد وأخطر أنواع الفساد في الأرض القتل المادي والمعنوي والإرهاب المادي والفكري زرع التفرقة والعنصر يسؤل استغلال الموارد الاقتصادية ويسؤل استعمال وسائل الإعلام وخيانة الأمانة وحقوق والدين والتكاسل في الدراسة وما إلى ذلك من أنواع الإفساد في الأرض والآن مع المحور الثالث واجب المؤمن هو عمارة الأرض وإصلاحها المؤمن رسالي له رسالة وإن المؤمن ليس ليس اعتباطي وشفنات الشي درس الفلسافة والإيمان أن المؤمن يعرف من أين يأتى وإلى لماذا أتى وإلى أين يصل له مقصد لو هدف لو رسالة حياته ليست اعتباطية ولا عبتية إن المسلم مطالب بعمارة الأرض بالعلم النافع والعمل الصالح المتقن وبأمانة فهو يعبد الله في كل حركاته وبسكناته يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي آخرة لله رب العالم أي أنها كلها عبادة بعيدا عن كل ما يخل بالفطرة الإنسانية لأن عمارة الأرض بما هي صلاح واجب على كل مؤمن عرف بالكفاءة والاستحقاء وامتلاك القدرة على القيادة والتخطيط بشكل متوازن بما يحقق المصلحة العامة والخلافة الحقيقية قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء فمكنه الله في الأرض بما يملك من قوة وعلم وأمانة وقدرة على القيادة والتخطيط ولا يكتمل إعمار الأرض على الوجه الحقيقي إلا إذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح الذي يكون مردوده إيجابيا على الفرد والمجتمع قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل والعنصر الثاني في المحور الثالث كيف أمتثل توجيهات الإسلام لعمران الأرض لأداء مهمة الخلافة يعني الله في هذا الكون أول هاته الأمور الحرص على التحقق بمعاني الإيمان الصادق لأن الإيمان كما مر معنا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان فهو ما صدقه العمل ليس كلاما يقال وإذلك في المؤمن يحرص على أن يكون صالحا ومصلحا ينفع نفسه وينفع غيره تاني يتدبر السير الأنبياء في إصلاح البلاد وخدمة العباد وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي عرض عليه الأموال والعرض عليه الملك من أجل أن يتخلى عن الدعوة إلى الله من أجل أن يعمر هذا الكون بإصلاح البشرية جمعاه بإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وكذا سيدنا يوسف عليه السلام الذي رغم الإيذاء فهو عمل على إنقاذ مصر من المجاعة بسبب خططه الاقتصادية وتدبير الحكيم وقيادته النيرة أمر الثالث هو الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح فلا ينفع علم بلا عمل ولا يصح عمل بلا علم فالله عالم وعليم ويعبد بعلم وهو السمي والعليم سبحانه وتعالى الإفادة من تجارب الأمم والتقدمة والناهضة فلا عيب في الإسلام ولا ضير أن نستفيد من كل تجارب الأمم فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فوحق بها أمر الآخر نشر قيم الخير والصلاح ومقاومة قيم الشر والفساد فالمسلم دافع للشر جالب للخير ثم المبادرة إلى خدمة الصالح العام بناء وتنمية ولكي لا أوطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين